مع تبقي ثلاثة أيام على المهلة التي وضعتها طهران لرفع العقوبات عنها وعزمها على تقليص نشاطات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثر مفتشي الوكالة على اليورانيوم في موقعين إيرانيين غير عاملين منذ عشرين عاما وأثار اليورانيوم المكتشفة تؤكد أن إيران لم تلتزم بالاتفاق النووي وعملت بسؤينية وبحسب المفتشين فإن موقعا شهد تخصيبا لليورانيوم والآخر كان لاختبار المتفجرات ووفقا للمحللين فأن هذا الاكتشاف سيؤثر على جهود الإدارة الأمريكية الجديدة في إحياء الاتفاق النووي خاصة بعد أن وافقت واشنطن على مشاركة طهران في المفاوضات بواسطة أوروبية الانتهاكات الجديدة ببنود الاتفاق تتزامن أيضا مع أصول مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافئي لكروسي إلى طهران للتوافق حول استئناف مراقبة المنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة وأبلغت إيران الوكالة الدولية أنها ستتوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية المتعلقة بالبروتوكول الإضافي للوكالة بداية من الثلاثاء القادم حيث يتيح هذا البروتوكول لمفاتشي الوكالة القيام بزيارات إلى مواقع إيرانية بدون إختار مسبق بفترة طويلة فكيف سيبدو المشهد خلال الأيام المقبلة مع ازدياد تقنط إيران بالالتزام في بنود الاتفاق النووي